موسيقى السلام عليكم جميعا أنا زميلكم دكتور متيم أبو قديري من منصة قمة الطبية طبيب امتياز حاليا بمستشفى الكرك الحكومي إن شاء الله اليوم راح أعطيكو يعني خلينا نحكي فيديو بسيط كيف تحلوا أسئلة الجينيتكس نحكي فيه مثلا عن شغلات معينة ممكن الدكتورة تغيرها بالسؤال وبالتالي السؤال يصير مثلا الجواب ممكن إذا أنت حافظوا من السنوات تجاوبوا غلط لذلك بديكو تركزوا على نقاط معينة راح أقولها تقريبا أنا قدرت أفهم من الأسئلة اللي شفتها إن الدكتورة بتحب تركز على أكمن محاضرة أكثر من غيرهم يا جماعة لذلك هذول محاضرات حاولوا تحفظوهن مزبوط مش بس تعتمدوا على أسئلة السنوات اتراجعوهن مزبوط قبل الامتحان بتكون أموركم إن شاء الله تمام التمام غالبية الأسئلة الأمانة مجاوبة هان بطريقة ممتازة الله يعطيهم ألف عافية لجمعوهن وليجاوبوهن ما شاء الله ما بقصروا أبدا فخلينا نبدأ ونشوف كيف هاي الأسئلة في البداية هان أتراجعوهن مزبوط قبل الامتحان السوبركويل هاي جماعة مذكرين أنتو المحاضرة فيه كان كل واحد اللي هو البرايمري والسكندري والثيرد لفل بالنسبة للكويلينج أو التيرتشير يعني كان كل مرة يفرق مثلاً يقول لك باكينج ريشو قديش مثلاً أوكي يقول لك مثلاً قديش هو بالنانوميتر هينقاس شو الشكل اللي هيطبع لكن السكند لفل كان اسمه سولينويد أوكي أو سليندريك الكويل هذا هو الجواب الصحيح هسه مثلاً برايمري كويل لا هو السكندري كويل اللي هو السكند ليفل هو اللي بحتاج اله تمام جماعة ثيرد ليفل سوبر كويلينج كان الباكينج 8000 عند برايمري كويل باكينج ريشو تعته قديش كانت 10 ما كانت 50 لذلك بكون جواب صحيح هوبي تنصحكم بطريقة وشغلة معينة مهمة في أثناء حل السنوات أنك أنت ترجع للمحاضرات وتفتح المحاضرة وتدرس المحاضرة من الخيارات يعني حاول تصلح كل الخيارات الموجودة أنا مش راح أقدر طبعاً أصلح كل الخيارات الموجودة لضيق الوقت تقريباً صلحت أكمل شغلة راح تلاقوني بقولك هاي كذا وكذا وكذا تفصيل لكل وحدة لكن إنت حاول تفصيلهم لحالك كمان شوي بعد ما تحضر هذا الفيديو لباقي الأسئلة تمام ما لحقت أنا لأن أنا أبدأ أحاول أن أزللكو الفيديو لما حسبت الوقت لما يطلع الفيديو لما ينزل على اليوتيوب وكذا ممكن يصلكم متأخر أوكي جماعة فحاولت أني أنا أنزل الفيديو في أسرع وقت ممكن بحيث تقدروا تشوفوه قبل الامتحان كونه امتحانك بكرة أوكي هنا لو قل لك ميتيشن صارت عندنا بالليجيز جين الجين اللي بيطلع عندنا إيش الليجيز انزيم مين مذكر الليجيز انزيم شو كان نسوي كان يربط عندنا الفراغمنتس اللي بتطلع عندنا باللاجينج ستراند أوكي جماعة وبالتالي مين الستراند اللي هزي تأثر بهاي الحالة طبعا بهاي الصورة لازم يكون محدد لك وين الثري برايم وفيف برايم تمامي جماعة هاي مهمة جدا انكو تكونوا عارفين انه هو بكون مقسمهن ومسويهن لحاله أوكي هيك لازم تكون لازم تكون مثلا هاي ثري برايم وفيف برايم وهاي ثري برايم وفيف برايم هيك اللي ستراند لما يجي يفتح الناياهن الهليكيز يا جماعة في أثناء ما هو بيمشي الهليكيز وقعد بفتح الناياهن حسب كيف إحنا قاعدين بنعبي اوكي جماعة اي هو بكل بساطة رح يقرأ من كيف من ثلاثة الى خمسة يصنع من خمسة الى ثلاثة فهو يصنع هيك فاي رح تكون leading strand وبي رح تظل هيك مقطعها وصي لدي نفس الاشي اللي هي شو رح يكون في عناه دي رح تكون leading strand خط مستقيم هاي رح تكون مقطعها ليش دكتور مقطع لانه هيو بقرأ من ثلاثة الى خمسة بصنع من خمسة الى ثلاثة فهو بصنع من خمسة الى ثلاثة ورح يمشي هيك هيك رح يمشي الهليكيز هيك رح يمشي الهليكيز صح ولا لا فكل مرة كل ما هذا بكمل ما فيش اي مشكلة لكن هانا رح تظل تتفتح عندنا ايش كل مرة شوية زي ما تقولوا segments هاي segments رح نربطها مع بعض عن طريق اللايكيز انزيم وبالتالي مين هي رح تكون B and C هن البكون فيهن ايش ال strand رح تتأثر لو كان اللايكيز خربان ممكن جيلك نفس السؤال بس دكتورا ما تجيب لك تقول لك مثلا عندك هاي strandات الاثنتين وين الماكسيمم اكتفتي تاعت اللايكيز هتكون بتقولها في B and C صح ولا لا فقط لا غير لو ممكن جيك هذا السؤال نفسه تقولك وين ال lagging strands بتقوله B and C فمت شو لعبت السؤال في مرات بكون فيه لعبة بالسؤال لازم تحاولوا انك تفكوها هانا زي ما انتو شايفين هذا structure لدراج اسمه X لو احنا عطيناه للمريض شو اللي رح يصير بالضبط هذا structure جمعتوا بمين لتصنيع الーニاب compr mistaken على اساس انه دينوسين وبالتالي ايش يجمع هيخرب فهمتوا كيف؟ إذن بكل بساطة هيك ممكن جيك لك نفس السؤال لكن إيش يجي لك يجي لك ثايمين إذا جات لك رسمة ثايمين دير بالك ما بتحطها بالاراني بتحطها في الدياني لأنه في الاراني في عنا يورسل أوكي فأدينين سايتوسين قوانين ما فيش أي مشكلة هذول بتقول بكون الجواب تيرمنيش للسنتيس للدياني والاراني لكن إذا جاتك ثايمين معناها بس للاراني عفوا لدياني أوكي وإذا جاتك يورسل شو بتقول له بس للاراني تمام هذا هو التيرمنيش اللي هيصير فانتبه لهاي النقطة وشو نتذفولوين كذين كوريكت أباوت ميثو تركسيت طبعا نقرأوا الخيارات عشان حاولوا نستعجل كلهاتهم بسيطات يعني مستخدموا في الكيمو الثرابي في الياس بالكانسر مستخدموا بالإكتوبة بيجنانسي تمام يا جماعة دايهايدروفوليت ردكتيز انهيبتور طبعا هو هيك بيشتغل أصلا بيثبت اللي هو خلينا نقول اللامسوس محمد اللي هي الفايمين بروداكشن بالأحراء وكل بساطة وبجينا إيش اللي هو جين أمليفكيشن بيضال عندك مين هو انهيبت سينتزيز سايتوسين لا هو انهيبت سينتزيز الفايمين أوكي جماعة سو هاي النقطة لازم تكونوا عارفينها وتكون مهم منكو تكونوا فاهمين هاي نقطة وعارفينها تمام إذن هيك مرات اللعبة بدأت سايتوسين نحط إيش إذن نحط فايمين بصير هذا الجواب صحيح فانتبه لهاي النقطة لأنك انت يعني تقع فيها بالامتحان أوكي الـ RNA consist of إيش هذا سؤال سهل جدا جدا هو الـ AMB UMB CMB وGMB أوكي ودهك دور على المكان الفي يراسل تمام يا جماعة هذا أهم الشي أوكي هذا هو هذا الجواب وطبعا لا تنسوا الـ RNA دير بالك على الخيار اللي فيه D D معناها ديوكسي 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 لو هنا محل الـ U وحطينا T بصير هذا إيش تبعي الـ DNA لو ممكن يجي كل مرة هاي السؤال يقول لك DNA consist of what لازم تدور على ديوكسي 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 وما بدنا U بدنا T انتفقنا ديامينيش هاي موجودة لو عملنا ديامينيش لا إيش شو اللي بيغير مثلا ديامينيش واحدة من العمليات اللي إحنا إيش بنغير فيها السايتوسين into Urasil هاي مهمة وممكن يجيكم محلها سؤال إيش Methylation cause change of شو بيسوي المethylation المethylation بكل بساطة رح يجي يلعب لك ما بين الثايمين والUrasil أوكي فهاي مهمة جدا إذن هاي اللعبة اللي إحنا بدنا نكون عارفينها تمام هيك مرات مرات تغير الأسئلة فأنا قاعد أحاول أقول لكم كذا وشو ممكن الدكتورة تجيب سؤال One of the following is not function of DNA polymerase شو هي هل بيعمل excision يسهول بيعمل excision للبرايمر بيبدل RNA اللي هو البرايمر محل DNA نعم بيعمل proofreading adding nucleotide ما هو polymerase فضل عندك مين synthesis of RNA primer لا مو في عندنا انزيم كان اسمه primates صح ولا لا هي مش وظيفة الDNA polymerase واضحة طيب SNARPS مين ذكر SNARPS سهلات شو هنه شو الانكوريكت عنهن synthesized by polymerase one هنه فعليا ايش by polymerase two هنه لم بخربا في الناس عندهم اسأل splicing of exones وهي عبر عن ribozymes اوكي جماعة بروتينات مع رأني اوكي جماعة فبس هيك اللعب فيهن طيب which carbon directly bond يعني اللي بتربط مع nucleotide هنه مجاوبين على اساس 1 إلى 5 يس هي بالغالب هو هيك الجواب تمام جماعة يعني هو اللعب بالسؤال شوي للأمان مش واضح لكن اعتقد هنه قصد الدكتور لما يكون nucleotides ربطات مع بعض اكثر من nucleotide رابط مع بعض بعدين تجي تقوللي على السكر وين بربط على السكر مثلا بربط عندك على 5 برايب تمام وكن في عنا واحد هن على 5 هي موجود اوكي وعلى الواحد هن الموجود الواحد هن ما فيش عليها ربطة انتو تفكروه مثلا على سبيل المثال كيود اقول اياها اللعب محمد انو بجي nucleotide عليها دايريكتلي لكن مرات ممكن يربط على واحد في ذلك ينبص في الشكل لكن اكثر همش مكان هو خمسة لو نسألت عليه تمام مرات الاسئلة مش كل شي بكون واضح 100% لكن تحاول تتخيل انا الامانة اكثر الاسئلة اللي راح حاول افك هي اسئلة الحل لازم تكون عارفين كيف تحلوها التاتا بوكس او البرموتر مع مي بربط مع دايما Transcription Factor 2D هذا حفظويا اذا جاكوا بالمتحان بالغالب 2D اذا جاكوا Transcription Factor شو الفرق ما بين Poly A Polymerase والRNA Polymerase شو اهم شي انو جماعة بكل بساطة Polymerase A او Poly A Polymerase ما بحتاج DNA template زي RNA Polymerase يعني RNA Polymerase حتى يصنع لازم يكون في عنا strand DNA يرتكز عليها بينما Polymerase A ماذا ذكرين قلنا ما فيش strand يشتغل مباشرة بلش يحط A تبعته هذا اهم فرق فانت مش شرط تقعد تقرأ الخيارات بكرة بالامتحان A B C D من اولهن اذا لقيت الجواب اللي متأكد منه انه جواب صح خلاص تمام يا جماعة لا تبعد انك انت تدور بالخيارات تبعد تغير هاي افضل طريقة لحل MCQ مثلا انت بتقرأ A بتتأكد انه A 100% جواب بصبت معك صح بتحط خلاص تمام Poly A وين بتنحط هي على 3 برايم لم لا مسينجر راني صح ولا حتى يصير ماتشور مسينجر سهل اذا واضح 13 لو انت مثلا بدك تحط ريديو لابل لابل معين على مجموعات الفوسفيت الثلاثة الالفة وبيتا وقاما مين المجموعة راح نحط عليها الكاب مين هي فيهم بكل بساطة انت راح تعمل لابل لما لأي واحد لالالفة ولا لبيتا ولا لالالقاما راح تعمل لالالالفة اوكي جمع لانه هاي على ألفة فبس هيك فكرة السؤال همتوا كيف هانا هالسؤال جميل للأمان انه بقول لك الناس لما درسوا الجينات او جماعة الجينات لما درسوا الجينات وجدوا يجمع بكل بساطة انه لما قارنوا ما بين المسنجر راني هانا بكل بساطة upon comparison to the mature مسنجر راني لقوا ألف fewer bases than the DNA sequence يعني عدد المسنجر راني أقل من الـ DNA او ممكن يجيك السؤال ثاني بسيغة ثانية بكل بساطة يعني ليش المسنجر راني أقصر من الـ DNA اللي احنا عملنا له إيش transcription بكل بساطة لأنه في إيش اسمه إيش introns شلناهن فأنا بسألك سؤال هلهم ما أخطأ ولا ما أخطأ ونو لأنه بكل بساطة في introns إحنا فهمتوا اللعبة نبس يوكاريوتوك برموتور وين بربط transcription factor 2D تيلوميريز بس هانا حسين الدكتور مركزي علي أهم شي تعرفوا أنه reverse transcriptase enzyme reverse transcriptase enzyme يعني بستخدم الـ RNA حتى يصنع DNA وين بيشتغل على موجود بالـ malignancy cells بكثرة وهم شي أنكم تكونوا عارفين أنه ضد الـ aging يعني بمنع الـ aging العملية تابعة الـ aging عن طريق تيلوميريز enzyme حيث أنه يظل يشتغل على التيلومير اللي هي موجودة على ثري اند فبطول الـ ثري اند وين باستخدام الـ RNA template أنا قاعد أقول لكم شو أنا قدرت أعرف من الملف أنه الدكتور عشو بتركز تمام يا جماعة مبين مبين يعني الدكتور بدها إياك تعرف تيلوميريز و reverse transcriptase مرة سألت أنه كيف يشتغل أوكي مبين أنه reverse transcriptase كان شغله وهنا هي قاعد تسأل بيقولك وين ما كان وشو بحتاج أي reverse transcriptase شو بحتاج بحتاج RNA حتى يصنع منها DNA صح ولا لا فهذا هو الجواب بيكون وبشتغل على 3 هذا بدك تعرفه تمام يا جماعة أوكي قطعة DNA تحتوي على 34% أدنين قديش فيها سايتوسين شو رايكو شو نساوي بهذه الحالة أنت بتجي شو بتقول الأدنين أوكي 34 أدنين مع من ديربط ديربط مع الثايمين الثايمين يعني قديش كمان 34 صح 32 يعني قوانين و سايتوسين اكسم هن بالنص 32 بالنص بينات 16 قوانين رح يربط مع 16 سايتوسين صح ولا لا لذلك قديش عدد السايتوسين هو 16 بالمئة مش 32 تروح تحطوها مباشرة ديروا بالك تمام فلازم تكسم على 2 لأنك انت بتحكي عن قوانين و سايتوسين أوكي مسينجراراني اللي بطلع هو كومبليمنتر لامي بكل بساطة للكودين ستراند أوف دي اي كوبي هاي مهمة يا جماعة اوكي فاحنا هانا بدنا نكون من تبهين لشغلة مميزة ومهمة جدا جدا مسينجراراني وحنا قاعدين بنصنع احنا شو بنستخدم استخدم تيمبلت ستراند باسمها تيمبلت ستراند اوكي هو كومبليمنتر لامي مكمل تكون مكمل للكودين ستراند أوف دي اي تمام يا جماعة فبس هذه النقاط تكونوا عارفين وهذا السؤال الامانة كرد كثير حابة افتح المحاضرة نفسها اوكي حتى اتكد لاني بحس هذا الجواب غلط للامانة تمام يا جماعة فبدي منكو انه انتو شو عن عملية Transcription اوكي مين الستراند اللي احنا كنا نحكي عنها اهم واحدة اللي هي عنا اللي اسمها Template Strand اللي اسمها Anti-Sense Strand اوكي هذه اللي اسمها Anti-Sense Strand هي اللي احنا كنا نستخدمها في عملية Transcription صح ولا لا فحفظوا الاسامي اذا Template Strand اللي Anti-Sense Strand اوكي هاي اهم النقاط اللي عليها اوكي دقيقة بالله بس تمام تمام اوكي اذا هي Anti-Sense Strand وفي عنا اللي هي شو اسمها بكون بكل بساطة اللي اسمها Non-Coding Strand احنا بنسميها Non-Coding Strand لكن Coding Strand هي Sense Strand اوكي بس انت لما كانت عندك Template زي هيك وكنت انت تصنع المسنجر RNA المسنجر RNA كان complimentary لم ي فيها المسنجر RNA complimentary التمبلت Strand التمبلت Strand اللي هي شو اسمها Anti-Sense اسمها الثاني اوكي فهو complimentary لها اذا هانا شو بكون بكون الجواب ل Non-Coding Strand اسمها زي هيك لانه Coding Strand اللي هي Sense Strand اوكي جماعة اللي هما بكون complimentary وبيكون شبيه فيها في فرق انه بشبه هول complimentary لها اوكي ال DNA template strand منين اوكي والnewly synthesized DNA بكون from 5' to 3' الان newly synthesized messenger RNA بكون complimentary ل التمبلت Strand اللي شو ميزات او شو اساميها الدكتور شو بتحب هن يا بتقول عنها 3 to 5' برا يا بتقول عنها Non-Coding Strand يا بتقول عنها Template Strand لكن الثاني لستراند الثاني المالها دخل اسمها Coding Strand واسمها الثاني Sense Strand Coding Strand او اسمها 5' to 3' فهمتوا جماعة سو هذا جواب الامان الحقيقة شو يكون لدينا في هاي الحالة يكون الجواب لدينا السؤال B سؤال 18 سيكون B non-Coding Strand او complimentary لهذه مش شبيه للي تحت تمام هذا بشبه الثاني بشبه التحت اللي Coding Strand تمام لكن بكل بساطة محل فايا من شو بتكون انتحار بتكون حاط يرسل لكن complimentary ولمين مكمل Compliment complimentary template strand اللي صنعته صح ولا لا اوكي هس Cdk2 وكذا هذول هين بشتغلا بشتغلا في الpoint ما بين G1 وS هاي اشياء مش ذاكرة انها كانت موجودة بالمادة اعتقد مادة اللي have the same sequence سواء قراتها من 5 brine to 3 brine cdk inhibitor that prevent phosphorylation of rb هذ بذكر نفس الاشي اللي هو طبعا بكل بساطة ال retinoblastoma gene نشتغل على طريق B21 K اوكي وهيك قليت شغله هيعرفوها بس ما انا مذاكر هنا كانت موجودة بالمادة نفس الاشي جماعة هذول restriction endonucleases exonucleases translation انتو ما اخدتوهن ففيه هنا شوية اسئلة موجودة مش معاك وهذا ما اعتقد ما شرحتو انا لانو مش موجود وهذا اوكي في اي point معين G1 لأس يعني لو جدكوا سؤال من بره المادة G1 لأس هي اكثر point وقوم فيها regulation عملية ايش عملية ال DNA خلينا حكي replication بشكل عام اوكي what's the complementary sequence لأوين الanticodon انو كان بالضغط لكن لما احنالو شوي وام from 3' to 5' اوكي وبدو ايها from 5' to 3 بكل بساطة كيف ديكون لما يجو يدخل ديكون هان دايما 5 و هان ديكون عنا 3 محل ال U شو دك تحط انت دك تحط A ومحل ال A شو دك تحط دك تحط بكل بساطة U ومحل C شو دك تحط دك تحط G صح فشو بصير A, U, G from 5' to 3' اوكي فايو بكون جواب C اوكي هيك ال Complimentary اوكي اتويتش ال Amino Acid بربط على T-RNA اللي هو على قلت لكم النوموني Can carry Amino Acid اللي هي 3' اللي هي D Can carry CC Can carry Amino Acid اوكي تمام Amino Acid دعوين على 3' او CCA هذول مهمات هذول انا لو بحالكو برجع بروحة فضلين قبل امتحان كل RNA Polymerase من وين يعني او شو بسوي اوكي او شو بصنع من ال RNA مهمات RNA Polymerase بصنع RRN RNA Polymerase 2 بصنع مسنجر RNA RNA Polymerase 3 هو بصنع T-RNA سعرفوه نوعرفو السيجمينت لأماني ممكن جعلين سؤال شو المودفكيشن بصير على 5' بشكل 3' بكون Poly A-Tel طب 5' شو بكون 7-Methyl Iguanocene Cap بنحط وشو نوع الرابط اتذكر ابن حاضر قلت لكم نوع الرابط شو غريبة 5' و 5' linkage فبكون جواب إذن على إيش بنضيف 5' بتحط 7-Methyl Iguanocene Cap 7-Methyl أوكي هذا مهم والرابطة 5 إلى 5 هذا شرحنا وفهسرنا السؤال SNARPS يعني بشكل عام شو قلنا شو وضيفت SNARPS الأصلية هي بكل بساطة بتشيل ورح تربط لك مع بعض هذا أهم وضيفة إلها تمام شو تلو مريز شو بيسوي قلنا reverse transcriptase يستخدم RNA template على 3-brine أوكي بالناحية termination بشكل عام بهمني إنكم تكونوا عارفين مين الفاكتورز الرحي العبان دور حنشوف بعدين الرو فاكتور وكذا لكن لما نحكي عن hairpin loop hairpin loop لما كان يتكون وين كان يتكون كان يتكون جوى RNA ففعليا termination عن طريق hairpin loop وين بكون يتكون بكل وساطة بالRNA transcript هذا الجواب الصحي باقي الخيارات من بيناتين خلط من نفس المحاضرة أوكي يتماع تمام بس حسين الدكتور رماني بتركز على raw factor والsigma factor تعرفوا بس شو وظيفته طيب الإنزيم اللي بيكسر الفوسفو دايستر linkage شو هو هو توبو ايزو مريس أوكي جماع دير بالكم مش الهيليكيز بكسرات هيدروجيني اللي بيفتح هيكي جماعك وهيكسر هيكسر الفوسفو دايستر بوند هذا 34 دي واسرنا لكم كيف مسينجر راني complementary لمن لن coding شايف المرة هاي الجواب صح which one of the following histone is linked to the dna linker من هو واضح فضو جايك و سؤال بالامتحان h1 h1 هو من بره البربط مع dna اوكي اه بكل بساطة انه يجمعه كل كودون بعطي بس حموض اميني واحد فone amino acid for one كودون يعني بما معناه كل كودون بس بعطي حموض اميني واحد كونها لكم يا حي مهم اوكي لو خربت انت سمول نيو كلير اراني شو ممكن راح تأثر سبلاي سنجل الانترون نجل نجل نبين الرو فاكتور شو وضيفته سهل للترميناشن والسيجما فاكتور شو وضيفته هو الكور انزام تركوناس البروموتور يعني في الانيشياشن اوكي فبس هيك الدكتور بديها تكون عارفين انه مثلا السيجما بالانيشياشن والرو بالترميناشن سيمي كونزيرفاشن وكل بساطة انه انه السلاند الجديد مع السلاند القديمة فايش دوتر مع ايش مع ال parental dna السلاند يعني القديمة مع جديدة لما انت تعمل عملي dna replication بس هاي محاضرة كالمسميات مهمة هاي محاضرة المسميات الديفرنس ما بين poly-a وال RNA polymerase قلنا اوكي 43 sedimentation rate pre-initiation complex هذا اصلا شو بتكون مش ذاكر انه كان موجود محاضرة لكن احفظوها الامانة يعني اللي هو initiation factors العوامل الاساسية small subunit دايما المسؤول عن initiation رح نحكي لكم بترانزليشن عمادة final هي ايش هي small subunit اوكي ومين اول حمض امين وهون methionine فذلك methionine تيار ني منت بحاجة وشو نوع الطاقة بتستخدم تستخدم gtb فأنت بكون الجواب هندي اوكي هانا مثلا which code ممكن انه يصير recognize as stop code رح تحفظوه uag uga uaa اوكي فبكون في عندك بهاي الحالة مين هو بكون عنده uaa لانه حسب شو ال sequence الموجود قدام مين تمام اول شغلة وهو قاعد بمشي شو هي لقا uaa فأول الواحد رح يكون uaa هو stop code هنالما رح يشوف من مرة لقا دام نحكي لكم اياها اوكي scientist بكل بساطة بدهم يجيبون messenger RNA transcript for a gene وودي يحط ها بكتيريا victor شو اول شغلة يسوي بكل بساطة يحول عندك قطعة messenger RNA into complementary DNA حتى يقدر يدخلها بال DNA تبع البكتيريا كيف يدخل RNA جوا DNA ما بزبط لذلك اول عملية فعليا هي A اللي هي مباشرة يستخدم تقنية PCR حيث نطلع لدينا قطع DNA تمام on the ribosome messenger RNA bind ل ايش لصمو الاصبيونت قلتلكو اهلا قدام ما نحكيها شو الانزيم اللي يحمي من restriction enzyme لا هذا P53 by loosening loosening the coil loosening the coil بكل بساطة تمنع super coiling البصير وضيف من التوب وي زمرية صح اوكي why do we heat then cooling عفوا بالPCR ليش احنا بينساوي قدتلكو ايا حتى احنا بعد ما heating cooling بكل بساطة حتى نساعد بالتمبلت وال primer complex ان هني جنير وطمع بعض اوكي هذه عملية annealing اسمها اوكي الريبوسوم messenger اسمو subunit lac operon lac operon بس كونوا عارفين شو هو تركيب حسنية الدكتورة مركزة اللي هو عبار promoter هم شي اوكي operator regulatory genes structural genes هني ثلاثة اذا structural genes ثلاثة promoter 1 operator 2 وعندك ايش يعني هو واحد يعني بظل regulator gene هو واحد فذول الاشياء الخمسة الموجودة عندك وحتى الستة بتكون عارفين تمام بس عرفوه كتركيب هيك الدكتورة بتجي هذا السؤال ما هتلعرف في الدكتورة اكثر من هيك لما فنتم لا تخافوا انه سمعتوا انه ممكن تلعب وما هتلعرف بس ما قلت لكم الدكتورة بتحب تغير الاسماء يعني بدل anti-sense strand بتحط template strand بدل sense strand بتحط coding strand او بتحط from 3 prime to 5 prime هذا اكثر اشي راح تلعبو بالجنتيكس اما علم جديد مستحيل تمام فانتبهوا ركزوا بس واهم اشي ما قلت لكم تعرفوا تحلوا اسئلة الحل الموجود لانهم بالتأكيد هيجي سؤالين ثلاثة اسئلة حل تمام فهي يعني يكونوا عارفين كيف تحلون عشان تكسب علم تعالي amino acid zwin بربط مع الهذا cancary amino acid three end مسين جران نفس الاشي تطلع كيف complementary to me بهاي الحال ل 3 prime to 5 prime لانه بكل بساطة عندك sense وال coding from 5 to 3 عندك بكل بساطة هذول الموجودات هن اللي عندنا هذول كلات هن قاعدات بحكين عن مش template strand عن strand الثاني اللي sense strand okey tiara طبعا مستحيل بظل عندك هذا from 3 prime to 5 prime okey اسمها antisense أو non coding okey هن بكل بساطة معناها انه code on for one code codes only for one amino asset هذي هذي مهمة حمض amini واحد يعني ما بل اخبط الكود اوkey جماع هاي مهمة وقلنا لكم اياها زمان شو الjenetic material لمن تحمل بالحقيقة لحتى تعطيك amino assets بال x zone صح dna polymerase 3 شو وضيفته بكل بساطة شو قلنا هو كان يصنع كيف كان يصنع دكاتري كان يعبي على 3 prime يظل يمشي poly a tail واحد من عمليات processing اللي احنا ما بنحطها بكل بساطة بنحطها على ال من على eukaryotic messenger rano تمام بس messenger rano ta eukaryotic اوkey جماعة فهاي مهمة inducer وين بربط ال inducer هاي يعرفوه هو ال inducer هانا بتنخدع فيه بتفكر انت انه ممكن يربط مع ال promoter directly no هو بربط مع ال repressor اللي كان يعمل repression وبمنع repression انه يربط على genetic material اوkey فاهمين كيف فبس فقط لغير inducer كيف المحفز مش بروح هو بحفز مباشرة بحيث يربط مع operator ولا يروح يربط مع promoter لا وبكل بساطة بمسك repressor وبمنع انه يربط مع operator تمام هذي بين القصص اللي كانت موجودة بالصورة تمام replication fork شو هي y shape تقولنا بتروح من هنا من الجهة بتروح من الجهة من الجهتين فشو بكون الجواب شو بكون ايه اوkey يعني بما مراسم التن يصلي في نفس الوقت تمام اوkey الكزاكي fragments مثلا سويناها وما قدرنا نربط مع بعض شو الانزيم اللي بكون يعني في بكون في هنا mutation هذي mutation لو ما ما قدرنا نربط الكزاكي fragments في مين بتقول mutation باللاي gays enzyme لانه الانزيم اللي رح يربط بالندروم قلناها اوkey انا ما اوز specified by the codon uac شو الحمض الاميني نفسه بطلع لون يعني codon ثاني او codon ثاني بعض نفس الحمض الاميني لون تغير المكان الاخير اوkey جماعة فبصير uau اوkey لانه uaa ليش ما بتزبط لانه uaa هو codon انتهاء تمام فما بزبط uau هو الجواب uaa uau لا لكن uau هو الجواب الصحيح هذولا مستحيل لانه انت مغير في اول فانت بتغير في مكان اسمه woble area رح تحكي لكم عنه لقدام woble area اذا غيرت فيه بصير اوkey dna a dna a هو helicase فشو كان يسوي helicase بكل بساطة كان يعمل unwinding لايش لالdna بحتاج atp في شغله بس الremoval of supercoil من هو two poizomerase هيك لتسوي هاي هي النقاط الاساسية تكونوا عرفينها the base sequence of the strand of dna used as a template for transcription is g a t c t a c مثلا what is the base sequence of the RNA five to three prime هنا في لعبة وهنا جمعت اليوسمة اللي بحبوه كثير اول شغلة قالت لك هو انه مكتوبة from five prime هاي five prime to three prime هاي نفسها السيجمينت المحطوطة اوkey هاي ال five prime بدك تشوف انت لها ايش ال RNA ال RNA كيف رح يكون three prime هنا five prime هنا صح ولا لا بتبلش بتقول محل g بتحط c ومحل a بتحط او عفهم بتحط u ومحل t بتحط a ومحل c بتحط g بعدين بتحط محل t بتحط a ومحل a بتحط u ومحل c شو بتحط g فشو صار عندك c u a g a u g هاذا ايش from three prime to five prime اعكس وكتبلو اياها from five to three برا شو بصير بصير g a u g a u g a u g a u c او بكون جوابي هدير بالك انت دايما اي sequence مكتوب قالت لك from five to three قولها ماشي تحت five حط three وتحت three حط five prime sequence هيك انت اكتبو بالطريقة اللي بدك اياها خلاص اكتب from three زي هيك انت رح تكتب منتحانات الكتابين ونفس الاشي هنا لازم تدونه from five to three اوكي سو هاي النقطة المهمة اللي احنا نكون عارفين ها مش مباشرة تروح تمسك c u a زي هذا غلط تمام لازم انت تقلب هاي 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 النقطة الر شو هو هو الر مسؤول عن termination و sigma مسؤول عن initiation هذا هم DNA Directed RNA Polymerase DNA Directed RNA Polymerase يعني RNA Polymerase بشتغل على الDNA شو بعمل Transcription فهو اسمه Transcriptase طبعا هانا الاسيتايل Transferase Enzyme مش معا كل ماني اوكي تمام تمام Eukaryote وان بربط على Transcription Factor 2D الانزيم اللي بكسر Hydrogen bond شو اسمه Helicaise Enzyme والانزيم اللي كان يكسر شو اسمه الفوسفو Dicester bonds شو هو اللي من بره هذا Topo Isomerase تمام Initiation Site for Transcription is recognized by sigma factor ان شايفين كيف قلت تلك الدكتورة شو بتركزين بعد ما طلعت عالملف حسيت الدكتورة في اشياء معين هي بتحب اكثر من غيرها فانتبو عليهم وشوف The following statement is correct Termination ما 2DNA Each كل واحدة فيها original واشي جديد تمام شو المودفكيشن بتحط عال5 برايم انت بكل بساطة تحط عليه 7 مثال لقونوسين تربط 5 إلى 5 Regarding Polymerase بكل بساطة All R True Except تطلع بس انده تطلع على C شو اسمها It is Transcriptase لا غلط It is Reverse Transcriptase Transcriptase يعني RNA Polymerase Reverse Transcriptase لا هو DNA بطلع منه قطع DNA باستخدام الRNA فهمت الفرق Reverse Transcriptase Transcriptase ده حال غلط طبعا الباقيات بتقراها رح يكون سهلات ومبينات حاول نستعجل احنا بالملف قد ما نقدر ويزان RNA Primer Necessory for DNA Replication ما ماذكر لما قلنا DNA Polymerase كان أعمى وهو ما بقدر يضيف إلا لما يكون في عنا Existing Strand فهاي قصة قلنا لكم إياها Leading و Lacking شو الفرق الأساسي بين هاتن هي اتجاه الحركة أو الدكتور رهان بتحب توقعك بشغلة إنه Lacking Strand تخليك تفهم إنه Lacking Strand احنا بنحط على 5 Prime غلط احنا على Lacking Strand و Leading Strand و على أي Strand بتحط بحياتك لو ما يطلعوا اسم رح نظر نضيف على 3 Prime مستحيل نضيف على 5 Prime فالمain difference ما بين Leading و Lacking Strand رح يكون إيه تمام هاي نقطة مهمة اللي هي إيش اللي هي اتجاه الحركة اقرأ الباقيات ما بنضيف على 35 أو كي هاي مهمة The Leading Strand Synthesize in Short Segment لا العكس هذا هذا سي العكس هي Continuous بينما Lacking اللي بتتقطع يقول لك واحدة مثلا مصنعها DNA Polymerase واحد DNA Polymerase وانو واحد ثلاثة لا يجمعها كله بثلاثة The Leading Strand needs many RNA whereas Lacking اللي هي بتحتاج واحد لا بالعكس اللacking هي بتحتاج أكثر primer من Leading هذا تجاوبنا 79 80 OK The Realization That Number of tripled codon is greater than the number of amino acids عدد الكودونات أكثر من عدد الأحماض الأمينية ليش بكل بساطة معناها أن genetic material is degenerate Degenerate معناها إيش معناها سخي بالأحرى يعني عدد الكودونات اللي بتتعطي الأمين وآسيد كثير هنشوف هنلا قدام 64 codon وعلاقته هنقداش برطان 22 حمض أمينية 21 هتفهمون لقدام لكن مثلا حمض الأمينية مثلا خلنحكي شو بدكم مثلا خلننقول Aspartic Acid مثلا Aspartic Acid يجماعة شو مثلا بكون في مثلا ثلاث كودونات بتعمل ليه أو بتطلع فعدد الكودونات عالى من عدد الأحماض الأمينية معناها ناتشوريشن فيها للديني تمام في ناتشوريشن يعني شو بنساو شو الرابط اللي بنكسر زي زي الهليكيز اللي الرابط الهيدروجيني أوكي الاراني يربط مع مين بربط مع البروموتر سهله أول ما يربط مين اللي نط ينفول في الدييني ريبليكيشن ريفيرس ترانسكريبتيز ترانسكريبتيز لا أصلا يربط من بره يا جماعة اللي هو الهو 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 ليعطيني 30 نانوميتر كوندنستو كروماتين فايبر اللي هو السكندري ستركجر اللي قلنا في السؤال أول السكندري كان هو يحتاج الهو مش البرامي شفتوا كيف دكتورة نفس الفكرة بس بجيبها بس سؤال ثاني أوكي سنير بس مثلا شو بس كان يشيلا عندنا إيش الانترون ويربط الإكزون مع بعض هاي مهمة 34 هذا 43 قلنا هاي جاوب نا أوكي شو كل وظائف الدياني بولميريز ما عاد انه يعمل الانيشياشن قلنا بدو إيش بدو برايمر دي ايو داينيز هذا قلنا الكوية أعتقد الدواء اللي هو شو اسمه آه لا لا هذا ما حكينا الديانيز عفا داينيوسين إزا دراج مثلا كونفيرت ميتابوليك لإيش 2 برايم 3 برايم داين ديوكسي ATB يعني بكل بساطة الـ 3 برايم تبعته مشغولة معبع عليها إيشي معين بمنع عملية الالونغيشن كيف بكل بساطة يا جماعة ليش هو بوقف الـ DNA ليش الـ DNA سنتيسيس رح يوقف لأنك انت معطيني مثلا building block اللي 3 برايم تبعتها مسكري ومش رح هقدر أضيف عليها فهذا بكل بساطة شو بكون there is no 3 برايم hydroxyl group to form the next phosphodyster بونت لأنك انت مبلكها صح ولا لا مش دائما 3 برايم لازم تكون freely هتنقدر نعبي إحنا عليها أوكي وبعدين تيجينا واحد يكون عليها 3 برايم freely بعدين نقدر نعبي عليها وهكذا تستمر العملية طب إذا هذه معب عليها إشي معين هل بقدر إشي ينظاف عليها لا إذا وقفت عملية إيش التكون الفوسفو دي ستربون فهمتوا كيف كروماتين وين بكل بساطة شو الكروماتين هو عبارة لا تقع حين تحض DNA لحالها DNA RNA وبروتين مع بعض تمام which one of the following statement is not نفس الفكرة الدكتور بظل تلعب فيها تمام فأنا بدياك أنا ليش عمدا قاعد بقول هذا الخيار ما بقول غيره لأنه بكل بساطة هذا الخيار هي الدكتور رح تبني عليه سؤال لو ده تبني عليه سؤال فبس دياك تعرف هاي المعلومة أوكي الباقيات دك تدور عليهم أنت من سلا يدور لكن بقول لك اللي رح تتصنع away from the replication fork قلنا اللي بتمشي مع replication fork هي leading لكن بتمشي away شو بكون اسمها lagging lagging strand شو مشكلتها هاي بكل بساطة جماعة أنه رح يكون فيها repeated activity of lie gays لأنه رح تكون segments صغار و السغمت صغار إنه نربط مع بعض هذول السغمت من الرابط اللاي gays كل ذلك اللاي gays رح تكون فعاليته اكثر اش formation of arani primer ايش بكون هذا proceeds replication هاي مهم قبل عملية primer لما تسمع primer معناها dna polymerase شغال معناها عملية dna replication it's not transcription ولا translation بظل عندك بسبق عملية replication ولا بيجي بعدها لا بيسبق ها صح ولا لا طيب الهان عن الابولايبو بروتين ماذا تذكر الابولايبو بروتين بقولنا مرات بسموه 100 مرات بسموه كذا لانه بوقف عملية ايش بصير في عنا stop codon فبطلع واحد اكثر وبكل بساطة هانا الجواب مين بكون جواب ايه ليش بكل بساطة جواب ايه لانه الbase بتبعت الابولايبو بروتين 100 بصير فيها stop codon وبالتالي بصير اكثر فبطلع مثلا عنا الكايلو مايكرون او بطلع مثلا عنا الابو 48 لكن مثلا بقولك الابو 100 وابو 48 بفريق بساطة بساطة فهمتوا ليش هو الجواب اذا هذي الفكرة بدأ تطلع منها الدكتورة بهذا السؤال اذا بيجيك بيجيك السؤال بفكرة ثانية لنفس الفكرة تبعة الجواب الصحيح مش نفس الفكرة على الاجوب الثاني فهمتوا كيف ذلك الدكتور مركزي عليك انك تعرف انه الابو لابو بروتين بكل بساطة فيه اشي 100 وفيه 48 والفرق بين هاتين هو بس انه فيه stop codon بطلع هي مش عملية alternative splicing اوكي الليو بتكون بالارانية مش بالديني معنا نوقف عملية الارانية نفسها اوكي اوكي negatively charged phosphate group in dna backbone must be neutralized يعني negative charge الموجود بالديني لازم نعمل neutralization باشي positive حيث نربط مع بعض مين قلنا لعليه positive amino acid اكثر اشي هستون صح ولا لا فهذا هو البروتين البربط في ذلك هو بكل جواب تمام اوكي هذا السؤال جميل شوي بدنا نكون عارفين بقول لك قطعة strand dna واحدة من dna عليها 25 ادنيين 25 اقوانين 30 cytosine 22 فيامين اوكي بقول لك كمي سيكون المجموع الكل بالtwo strands بكل بساطة تجي 20 على strand الثاني مع من شرح تربط مع G كمي عدد هن 20 G هنا مع من بكل بساطة مع القوانين كمي عدد هن عفوا هنا A رح يربط مع الثايمين انا لاخبط اوكي A مع الثايمين القوانين رح يكون هنا 30 هنا رح يكون 30 بالثاني والثايمين رح يجي محلها A والA كمي عدد هن انا هنا ملاخبط كمي A اوكي هنا C اوكي جمع القوانين بثلاثين والثايمين بربط مع A بقديش بـ 22 صح الان تيجي بقول لك قديش المجموع الكل A قديش عدد هن 22 و 22 42 وبعدين القوانين عدد هن 25 وهن 30 يعني 55 والسايتوسين 30 وهن 25 يعني 55 والثايمين اللي هن 22 مع 20 قديش بكون 42 42 52 42 بكل جواب هذا سؤال جميل جدا الاماني فكونوا عارفين فكرته لانا حاولت يعني افكلكو الغاز بعض الاسئلة اللي فيها فهم لانه الباقي الاماني يعني حفظ يعني شو بدك تسوي اكثر مني وبعض الاشياء حاول نركز لكو ان الله عمي الدكتورة بتحب هاي نقطة اكثر من هاي ذلك هذا سؤال تكرر كثير هذا سؤال بالامتحان كينكار امينو اسد بالتأكيد ابوليسوم هذا عبارة عن السايت التاع البروتين سيفسيز رح نوضع لقدام وبلنج قلنا وبلنج يعني تغير انت الطرف الاخير الابلتي to bear with a codon that differ at the third base اللي هو الثالث والكودون 1 2 3 الثالث ما تغير يسموه وبل بلايس وهذا الجواب قلنا بكون ايه خليكم على ايه تمام DNA Directed RNA Polymerase شو اسمه DNA Directed RNA Polymerase يعني بكل بساطة انت ركز هنا DNA Directed RNA Polymerase شو هو هو عبار عن RNA Polymerase يعتمد على الDNA شو بصير اسمه replicas ولا transcriptase شو رايكو replicas اسمه هو عبار عن DNA Directed DNA Polymerase يعني DNA Polymerase اللي بستخدم DNA Strat شو هذا اسمه هذا replicas بعمل replication تمام لكن DNA Directed RNA Polymerase يعني RNA Polymerase باعتمد على الDNA شو اسمه هذا اسمه transcriptase بعمل transcription طب RNA Directed DNA Polymerase شو هذا DNA Polymerase يعني باعتمد على الRNA مين هو reverse transcriptase اللي مثال عليه التيلومينيز فهمتوا الفرق بينها تنظر الثلاثة أوكي Small nuclear RNA تم splicing بتسوله بس لما يكون عددها قليل مهمة مش protein synthesis للأمانة لا يعني هي small nuclear RNA هي ما بعرف شو هنا الخيار هذا كتاب الطلاب اكيد مش هيك سؤال بالامتحان تمام يعني إذا إنها مهمة للبروتين syntheses لكن إذا إلها دور direct اللي هي بالبروتين syntheses تكون جواب لا فبقون ممكن توقف أبوف الجواب الصحيح لكن هم بعتمد الخيار بي شو المقصود فيه بالضبط فأكيد الخيار بالمتحان بكون أحسن which one of the following is incorrect about codon it is generate لا it is degenerate أوكي هاي مهمة أوكي اللي بفرق عن السكن بسبب البروتينات اللي هي مخزنة بالجناتك material which one of the following statement is correct about gene locus some genes have more than one locus on a chromosome yes هاي صحيحة عفوا آسف some genes have more than one locus لا لا في locus واحد الاندفيجول الممكن يكون homozygous وهتيروzygous متماثل وغير متماثل yes each gene is represented by single allele at the locus لا two allele both parents contribute to the gene locus yes طبعا وonly dominant but not recessive allele are expressed in phenotype لا طبعا contain ممكن select expression أشببكم الجواب الصحيح بوكون جواب B أو D هذا ما أتوقع أن يجيكم بالامتحان لأن السؤال ممكن غلط أو ممكن السؤال إلو جوابين مبارف يعني كيف خياراتكم بالامتحان بتكون All are component of lack operon except gene for RNA polymerase ما قلنا في structural gene regulatory gene operator promoter بظلع إن أهل إحنا بنحاج لجين للRNA polymerase لا RNA polymerase gene وغصر سيكون بره الأوبرون كله okay All of these are used in DNA translation except مين هو في هاي الحال عملية DNA بدك messenger RNA دك amino acid RNA ribosomes بدك DNA No okay عملية translation رح ناخذ ها ليه إش ترجمة البروتين وترجمة messenger RNA لبروتين which one of the following bind to operate the region شو هو الربريسور هو البربط تمام chromatin في عملتين كانت تصير remodeling شو هن بكل بساطة لإن cytosine acetylation histone methylation مش تعكسوهن histone methylation والcytocine بتعمل acetylation which one of the following is molecular biology messenger RNA هو complementary cobylamine برضو نفس السؤال شايفين كيف 3 5 prime هيك يعني رح يجي يكون سؤال عليها بالتأكيد جاي هذا السؤال في أي stage بصير الكromatin بكون inactive condense وما بشتغل أكيد the stage تعال mitosis mitosis phase لو الوقت اللي بتكون الخليية بتنقسم فيه مش قاعد تعمل replication RNA is used to build a complementary DNA by RNA بصنع DNA عن طريقة شي يسمو reverse transcriptase مثال عليهن mean tenomene the anticodon region of mean of tRNA هي اللي بتحدد الأمين الأسد الanticodon اللي كان التحت هي اللي بتحدد المكان الأمين الأسد اللي راح رابطوا على three prime على carry amino acid okay cc sigma شو هي مهمة بإيش بعمليت transcription row عملية إيش برضو كمان transcription cdt1 cdc6 هذول اللي هي with orc في أي مكان بالضبط بشتغلا بالg1 بأي phase تمام يا جماعة هذول حفظوه where does the repressor bind لل operator مرة ثاني الثري برايم اللي هي الكانكاريو amino acid type of RNA that only coding sequence يعني has only coding sequence and no non coding regions لأماني ما بعرف أنا مجاوبينه tRNA هذا السؤال غريب شوي تمام إنه جزء منه coding أصلا tRNA بكل بساطة هو بحمل ما بعمل coding يعني ما بطلع منه protein وبس tRNA و rRNA ممكن يطعملو بروتينات nuclear RNA لا طبعا ممكن يكون ترمس nRNA في مشكلة non-coding regions السؤال شوي غريب تمام يجماعة في هذا السؤال لأماني في مشكلة أوكي ممكن سيخته تكون غير يعني اللي بكون سيخته محلولة لكن سؤال هذا غريب الهيستون شو هو عارفين positive charge همي شي حتى يربط مع negative charge تعت الدياني وشو بكون بيحتوي على إيش صفين من H2 A H2 B H3 H4 لا تنسى H1 وين موجود برا البيندر هذا من برا فاهمين كيف الدكتور يعني بدي تجيب سؤال على الهيستون فهي بدي تجيب سؤال على الهيستون involved الهيستون انو الهيستون تكون عارف انو برا فانت هالمرة سألتك قبل مين برا بتقول H1 ومرا هاي سألتك مين جوا بتقول ها كل شي ما عاد H1 فاهمين كيف فهيك النظام الدكاثر لما يكتب الاسئلة الديفرنس between DNA وRNA شو هو نوع البيناميدين لا تنسوا اهم شغل اللي هو الديوكسي ريبوس شغر الديوكسي ريبوس شغر بالدياني بينما بالقرنية ريبوس شغر بحد ذاته بالانترفيس شو بكم بكون عصور كروماتين يس which statement of the following is not true about the gene consist one strand of DNA لا يجماع الجين ما بيجي بس على one strand على double strand جي الفوق واللي تحت بكون نفس الجين لأنك انت بتأخذ جين من أمك و جين من أبوك صح ولا لا و مش موجود على strand واحد بدون الثاني دا موجود على strand الثنتين اوكي choose the correct statement about okazaki fragment اللي شو بتكون عكس اتجاه الفورك الفورك هيك بتكون strand تبعيتها هيك بتنبني والتالي كل ما تمشي شوي مثلا تمشي لها شوي برجع هيش مثلا هاي مشت من هانا شوي برجع يفتح من جديد ترجع تبني منها برجع يفتح من جديد ترجع تبني منها which of the following sentences is true regarding okazaki fragments produced three five to five prime direction no اجماع هي from five to three الحياة ما رح تتنقلب عشان ال okazaki from five to three رح نظن نعبي عثلاث present and continuous لا هي segmented all segments are elongated from one primer no اكثر من unidirectional انها باتجاه واحد الاماني هي bidirectional لما تتكون ممكن يكون في خيار اضافي ايه هنا انا هي بكل بساطة بتتكون بالجه هاي وبتتكون بالجه هاي تمام لكن ما بعرف شو قصد ممكن unidirectional انها كيف تتكون هي انها تكون بس باتجاه واحد يعني مثلا زي ما قلنا الفragments هاي بترجع تفتح اي بترجع تبني اي بترجع تبني فبتضل تتكون هي هي بالاتجاه هذا لكن لا تنسى على strand الثاني فوق راح بتتكون بالجه هذيك تمام فالأعلم شو المقصود بالخيار هذ بالضبط which of the following is not true regarding the supercoil dna بقولك انه a tertiary structure of dna yes superhelical form of dna yes more compact than double helix yes وبظل عندك equivalent with double helix in light absorption لا طبعا يا جما اكيد هتفرق لانك انت قابت عمل supercoiling بذكر كانت بالمحاضرة موجودة which one of the following enzyme actors reverse transcriptase telomerase قلناها the correct statement about dna replication شو هو correct statement لل dna رب ليش من تتوى dna replication حافظ على genetic material لانها توصل لل generations الجاية the correct statement about cytosine methylation اوكي cytosine methylation methylation بحول من new chromatin ال hetero chromatin yes heavy methylation بقلل transcription yes ومكان بكون فيه guc كثيرة yes فشو بكون جواب هو اوكي تمام the catabolic repression of the lac operon in ishiri chocolai means شو الهدف منه اصلا كل قصة lac operon تخلي البكتيريا use glucose as a carbon source وتوقف الاستخدام البادي هي هيك الهدف فيوجود الجلوكوز نستخدم الجلوكوز فقط لغيره مش موجود الجلوكوز نستخدم اشي ثاني تمام بقول nucleic acid مثلا موجود في ادنين وثايمين و جي و سي و بكل بساطة قائل لك 32 و قائل لك الارقام هاي كلها شو بكون هذا هذا بكل بساطة single stranded dna مش اراني ليش مش اراني دكتور لانه في اعنا ثايمين صح و في عنده مش double stranded linear dna ولا circular dna لانه بكل بساطة بس اعطاك جال لك new click acid موجود فيه مثلا 32 هس تعالي على مين على الادنين والثايمين هل العدد كان قابل للقسم مع 2 فيهن لو مثلا كيف بما معناه هل عدد الادنين والثايمين كان equal بالأحرى متو مذكرين قبل double strand كيف سوينا مش كان عدد هذا 55 55 وهذا كان 42 42 صح ولا لا هل 55 هذا مش double stranded طب هل شايف uracil no إذن هو dna شفتو كيف شو هي الرنج اللي تحويل البروتين لدنين مستحيل dna هو بطل البروتين keeping the strand unwind مين بخليها unwind لو single stranded binding protein بخلي بربط من بره مين فك بعمل super coiling بشيل super coiling تو poizomerase ومين بفك بكل بساطة هذا polymerase activity يسئل polymerase activity بقدر يصنع exonuclease from 3' to 5' from 5' to 3' نفس اللي شيف هو أول أبط هو بكون الجواب تمام بقدر يساوني بالجهتين messenger rani is synthesized in the nucleus as a single gene يعني من single gene بتطلع messenger rani هاي الفكرة عملية البروسيس إنك تشيل exon وتجمع الانترونز مع بعض غلط صح ولا لا دعوا باك وقلنا exon heal exit nucleus heal بتروح تترجم أوكي هذا مش معاكو يجماعة للأمانة في أشياء مش موجودة تمام بالله نتأكد لا هات بيحكي عن telomerase telomerase هان بس الفكرة ما فيها يعني بكل بساطة انو الخلية بما معناها بتهدأ بتسكت ببطل فيه نمو وكذا متى بكل بساطة عندك بكون عندك مثلا لما الخلية يصير مثلا فيها telomer are shorter than critical length ولا مثلا acerwin telomerase ازين يعفو نموت الخلية موت الخلية بمعناها بطلة تشتغل مزبوط لكن don't since بكل بساطة أو synx بكل بساطة لما H هاي لما تكون مثلا او ما بتوقف لما تكون cancer cell لكن human cell تقدر توقف لذلك توقف above على اساس انو A B هن يكون نجوا بالصحي وكي اللي هو وقوف الخلية عن عملية H replication قلنا لما يقل التلومار نفسه أو تلومار استعمل ه inhibition initiation of DNA synthesis happening during H as phase the operator بكل بربط مع مين هو زي ما قلنا repressor مرة ثانية وهي قلنا ب formation of RNA preceded قلنا سهلة DNA polymerase لا تنسوا جماعة بكل بكل بساطة هو بصنع و lexoneutiles العكس قلتلك إياها منصنع ثلاثة فحنا رح نوصل آخر مرحلة شو تكون 3 b فهو صنع from 5 to 3 و lexoneutiles رح تكون from 3 to 5 the most use of that cycling G1S checkpoint G1S يعني ok تمام مين اللي بريموف الفوسفو diastropont اللي هو endoneuclease يس الendoneuclease لما يبدو يصليح هذي رح تشوفوه لقدام لما يجي نصليح نحن بنكسب من نص أنا أنا بحيث لما اخر ملف بلش يدقل الاشياء مش معاكم all are correct regarding information transfer except اللي هو protein to dna هاي غلط مين involved information in lagging strand اللي هو dna polymerase delta ok باليوكاريوت هو المسؤول عن ايش عن شغل اللاغ من length مثلا what is that telomerase used to length شو بحتاج RNA شفتوا الفكرة نحن نعرف انه هو reverse transcriptase بس sigma recognize the promoter ok شو incorrect processing نحن شو لل exones و tetrical introns RNA polymerase is a شو رايكو transcriptase سهلي نفس الموضيع صارت ترجع مرة تاني the function tag to polymerase شو لل super coiling which one of the following is incorrect about prokaryotic double strand dna linear double strand molecule بكل بساطة john the following is incorrect about prokaryotic هو linear او circular circular ذا هو جواب فاهمين فانا قاعد بقول لكم الكلمة المفتاحية اللي ظل لازق لي في دماغ ل الامتحان و مورك بتكون تمام ان شاء الله mature not true about messenger RNA mature messenger RNA lymph هو عبارة introns لا بقول exones nuclear dna and extra dna prokaryotic differ انو ايش dna والextra dna اللي بلازمد مثلا عنهن ما بختلف بالشيف نينات سيركول لكن بالsize عدد الجينات الموجود which is wrong about telomerase او ايش needs اه هانا خنشو بالله which is wrong three end is longer than five end found in cancer celsius need dna شو بحتاج هو احتاج RNA صح ولا لا حتى يشتغل the amino acid linked to trna at the three prime and poly a tail we'll see what rna 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 dna polymerase this is rna direct dna polymerase which is reverse transcriptase which is explained before why dna replicate faster than prokaryotic لانو في اكثر من replication fork melting temperature بتعمل denaturation dna which the following is incorrect regarding tRNA that is important part of ribosome okay اجمع which following is incorrect المهم بالribosome هو rRNA تمام synthesize طبعا هو bi-free وهو بحمل amino acid عشان عملية translation يبت translation موجودة هاي لكن tRNA انتو عارفين هو مش part من ribosomes وبيجي حامل amino acid which of these cannot activate nucleosome in transcription اللي هي methylation of dna بالعكسي بتعمل تثبيط لكن عملية الميثيليشن للدنية هاي مهمة نحن نكون عارفينها انا بكل بساطة شو هي هاي دايما الجواب الصح هنا دايما هي from 5' to 3' قلنا ما رح نقل بالأمور هنظل نصنع from 5' to 3' لكن الاتجاه عكس اتجاه حركة When primer are removed in prokaryote The gap is filled by بكل بساطة مين بالPolymerase 1 هاي بالبروكاري دايما لما نشيل برايمر قلنا عقب شوي إلو كان لأي سؤال حالا Polymerase 1 إلو polymerase activity يا سايها تمام The function of topoisomerase is إيش Relaxation of supercoil مش unwinding Unwinding لهو مين له الهليكيس Which form of chromatin or which form of chromatin remain condensed during the cells له heterochromatin U-chromatin هو الactive hetero هو الinactive Which of the following is correct about prokaryote double-stranded DNA اللي هو إيش single circular ما ميشي كي double-stranded DNA أوكي زاكي fragment موجود عنا بالDNA مش للRNA مهمة All these are function of DNA polymerase except nucleotide synthesis ما له دخل nucleotide building block بتجيلك جاهز صح ولا لا RNA directed DNA polymerase is reverse transcriptase the RNA is copied أو is copied complementary DNA by mean RNA نطلع منه DNA reverse transcriptase not correct about translation هذي عملية translation هنا طبعا translation adding to phosphate يعبر عن post-translational modification هنا بلشت الأمور الأمانية أنا متذكر من 34 إلى آخر ملف أشياء بره شوية معاكم مش موجودة هاي الDNA polymerase اللي قبل هاي الpolymerase activity إليه بقصة من ثلاثة إلى خمسة ممكن يقصة من خمسة إلى ثلاثة فهو all of above activation of amino acid من طريق الATP لكن الGTB كانت توجد بالإنيشياشن كومبليكس هاي فرق بين هاتين مسجر RNA بربط لسمول amino acids bind to TRN3 What is incorrect about translation هان بلشت translation translation مش معاكم يا جماعة أنا ما شرحته مش موجود أوكي لكن هو الجواب طبعا from move from five prime to three prime endonuclease enzyme برضو هذولا جماعة خلينا نقول هنا الrepair شايفين كل آيات هنا تكملتها إلا ممكن مثل هذا السؤال مثلا وتكرر أوكي mutations الأشياء هذي مش موجودة معاكم في المادة تمام أنا ما شرحتها فهي عملية translation تمام يا جماعة translation location مثلاً طفرات كذا هاي كل لا يتهم الأشياء اللي أنتوا إيش اللي أنتوا رح تأخذوها بمادة الفاعلة تمام أوكي فإحنا هيك بنكون أنهينا هذا الملف بصورة سريعة تمنا يعني أنكم تكونوا عرفتوا أتليست شو من المحاضرات المهمة بالنسبة لي محاضرة definition مهمة جداً جداً دكتورة بالنسبة إلها شاء الله إذا هي إلها اسمين السنة الماضية مثلاً بتجيب اسم للمادة المعينة هاي والسنة الجاي بتغير بتحط الاسم الجديد هيك تغيير الاسم اللي عند الدكتور لذلك أنا صيحتي إليك وإنت قاعد بتدرس للمادة ارجع وتأكد كل ستراند شو اسم خصوصاً التمبلت ستراند يعرف أسامي التمبلت ستراند ووكي والكودين ستراند كل واحد شو أسامي هن الثانيات وشو الاتجاهات عند الدكتورة بتحب تلعب بالاتجاهات يعني برايم نعطيك بالغالب غالبيتو كله 5 برايم تو 3 برايم ما عاد إذا كانت بروف ريدنج بتكون 3 برايم تو 5 برايم بعطيه مش إشي ثابت مش للكل أكيد فيه إشي يعني هيشذ عن هاي القاعدة لكن بالغالب أنا بقول لك كذن الاتجاهات أكثر شي تلعرف في الدكتورة كنا درها الدكتور بتحب تجيب أسألة يكون فيها حل بما معناه أنك إنت يقدر تفكر ليش العدد كذا فلان فلاني ويكون العدد فلان فلاني أكثر من غيره برضو علمتكم كيف تحلوهن هذول مهمات ما تبقى الدكتورة فيه شغلة بتحب تركز عليها يا مثلا بدأ إياك تعرف الرو فاكتور شو بيسوي سيقما فاكتور شو بيسوي ماشي تكون عارف مثلا التينوميليس شو بيسوي شو وظيفته توبو ايزوميليس شو بيسوي هلي كيس شو بيسوي هذول أنا قاعد بقول لك تشوفهم بالامتحان بكرة أوكي فهيك هيكون الامتحان ما هيكون الامتحان صعب كثير كثير تمام بس هاي هي القصص الأساسية اللي بتحبها بتحب محاضرة الديفنيشن الدكتور بتجيب منها دايما بجو سؤالين أو ثلاثة بتطلع بكل فور من الديفنيشن بس من التعاريف أوكي بتحب مثلا تسألك مثلا عن الكروماتين الكروماتين والهستون إذا شفتوا الكروماتين والهستون أكيد عليها السؤال السنيربس عليها السؤال وباقي الامتحان حرفيا هو عبارة عن Transcription و Replication بس ما في حيفيات كثيرة مثلا Transcription Factor 2D يجيك سؤال بالامتحان أوكي اللاك أوبرون ممكن يسنا بتركز على اللاك أوبرون بس أنك سألت مرة مثلا شو الحدث من اللاك أوبرون وبعدين سألت شو بتكون اللاك أوبرون حرفيا وبعدين شو مثلا وظيفة اللاك أوبرون أو مثلا Repressor مع إيش بربط وكذا مع إيش بربط Inducuser مع إيش بربط بس هاي الشيء الأساسي وتكونوا عارفينها بالملف يعني أعتقد أني قدرنا نغطي الأشياء الكثير وأنا حبيت أركز على النقطة الأساسية أني فهمت كل سؤال بين كل سنوات شو اللي بد هي يا الدكتور إنت عليك أنك تمسك الأشياء الثانية بكل سؤال تتفرج عليهم إذا حاب تتفرج عليهم يعني وتكون عارف مثلا ليش هذا غلط لكن ما حبيت أعجبكم أوكي فيهم فلذلك اكتفيت إنكم تعرفون النقطة المهمة أوكي هيك بكون إنتهى يعني خلينا نحكي هذا الموضوع وهي الأسئلة وإن شاء الله رح يزيلكوا هذا الفيديو حيث إنكم تحضروا بأسرع وقت ممكن أي سؤال شكرا